نحمده ونستعيبه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذلنا ومن يضلله فلا هدينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حكا لهذه حتى أتاه اليقين اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين إباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى في محكة بتنزله بداعوا بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفل لكم ذنوبكم ومن يتع الله والرسوله فقد فاز فوزا عظيما أما أعباد فاعلموا أن أصلك الحديث قتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور مخدثاتها وكل مخدثا البذعة وكل بذعة ضلالا وكل ضلالة في النار فعذن الله وهياكم والمسلمين من النار إبار الله قال الله تعالى في محكة بتنزله ما دعوه بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فكشفنا به ومداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأيضا كما كان الله تعالى في محكة بتنزله إباد عذب الله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا لهم ولعبه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون